بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى هذه الفقرة مع كتاب يليغيكم بخواندخ طبعا انتهينا مع هذه القصة كما رأينا فيما سبق فهذه الفقرة ان شاء الله سنرى نصا جديدا كما نراحض عنوانه نوتر جو لا فيل نوتر جو لا فيل طبعا الجو نقصد به اللعبة نوتر جو كما نقول لعباتنا لا فيل المدينة سنرى بعض الاسئلة المتعلقة حول ما نرى في هاد الصورة التي تمثل المدينة قبل ذلك طبعا كعادتنا سنرى بعض الكلمات المتعلقة بهذا النص نبخنو البرميمو كما نروا يقول بحادر كما نقول بحادر نقول شخصين بانو اتنتف او با اتنتف في المؤنت ودام مقصود بانو حادر ومن المتعلقة بم ترجم الى قلمة اتنتف اعني حادر نقول في هذه الفقرة نقول في هادر جولة Et de lire attentivement chacune des questions Mon conseil aux élèves Et de lire attentivement chacune des questions Et donc mon conseil كما نقول نسيحاتي ونعني لدينا كلمة دكارة نقول Mon conseil aux élèves إلا التلاميذ إلا نسيحاتي إلا التلاميذ ما يدي النسيحة Et de lire attentivement chacune des questions إذن هي أن يقرأ إدوليغ كما نقول هي قراءة المقصود بأن يقرأ attentivement بشكل حادر chacune des questions كل واحدة من الأسئلة نصيحاتي إلى التلاميذ هي أن يقرأ هنا عندنا هي قراءة بحادر أو بانتباه chacune des questions كل واحدة من الأسئلة هي أن يقرأ كل سؤال بحادر أو بانتباه mi conseil aux élèves إلا خاصة أرد وقتBLE كما نطرق phr站ية كلمة التراق الأنقب Bourg عريب من قصر كم أن نقول ناصحة أو ما شؤرت mover أتح WrestleMania هنا التو إنسى كم أن نقول ن considerations أو معنى آخر المستحار أيد 간وستحار لطول تح Pik hipp 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 هنا نحن livro في الإجتطائق في المأة الموراكب هناك surtos None Faة الموراكب من كما نقول بنتيبه كما نقول بنتيبه كما نقول بنتيبه قبل أن يعطيه قبل أن يعطيه رأيه رأيه طبعا نتكلم عن الأبنية أيضا يعني الرأي سيطر متأكيد يهم جدا نقول بنتيبه قبل أن يعطيه رأيه قبل أن يعطيه الهدف الكم ليشترك هل يريد أن يأخذ المشورة إلا أن يجب أن يطلب أن يحفق ذلك إلى متأكد ويتعطيه إلى متأكد إلى متأكد إلى متأكد كما نقول بأنه يستحسن أو بأنه من اللائق أو بأنه يلاقي de surveي بأن يراقبه attentivement بشكل حادير إذن يستحسن أو يلاقي مراقبة attentivement بشكل حادير مراقبة ماذا؟ إذن نتكلم عن توجه هنا نتكلم عن توجه جد حادث المقصود بأنه يقع مؤخرا إذن نتكلم عن توجه قريب من وقتنا الحالي إذن جد حادث إلى الركود طبعا غالبا نتكلم عن في الركود الاقتصادي لا يكون هناك بيع وشراء ولا تكون هناك حركة اقتصادية إذن نتكلم عن ومن المثل الضياب ومن المثل الضياب هذا الفعل كما نقول ركادة إذن 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 كما نقول هنا بأنه يستحسن مراقبة بشكل حادير إذن مراقبة توجه جد حادث إلى الركود إذن طبعا أي دولة دولة طبعا تكون عندها مجسات خاصة بالحركة الاقتصادية التي تتمثلها فعند الإحساس بأي توجه عام إلى الركود فيجب مراقبته ثم الأخذ الحيطة والحادر من أجل القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية أو بضخ بعض الميزانية من أجل الرفع من مستوى الاقتصاد إذن حتى يستمر الاقتصاد ولا يتجه نحو الركود إذن يكون فيا تسير 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 الهوالي إذن كما نقول بأنه يستحسن أو بأنه يعليق بأنه يتوافق نستمر تسير تسير مراقبته بالمراقبة بشكل حادر بمعنى آخر كما نقول بأنه يتوجب مراقبة توجه العام نحو الركود الآن بدأهم بين آشجار تسير نحو الركود ونسيغ تسير تسير انظروا بانتباه الى هذه الغزلان بين الاشجار اترونهم طبعا نتكلم عن نوع من الغزلان او نوع من الحيوانات تكون عندها قرون كالاشجار تسمى لسار هذه الكلمة ايضا انها تشتبه في النطق مع كلمة اخرى لسار وبيعنوا السار في حالة مفرد والتي تعني القن او نتكلم عن عبد او نتكلم عن فلاح مرتبط بالأرض في النظام الفيودالي تباع الأرض ويباع معها القن نتكلم عن شخص مرتبط بالأرض طبعا يشترى ويباع نتكلم هنا عن نوع من العبودية انسى التعبير اذا نتكلم عن نوع من الحيوانات او نقول مثلا في الجملة الموالية نتكلم عن فلاح مرتبط بالأرض في النظام الفيودالي نتكلم عن فلاح مرتبط بالأرض في النظام الفيودالي نتكلم عن فلاح مرتبط بالأرض في النظام الفيودالي من نتكلم عن فلاح مرتبط بالأرض في النظام الفيودالي كمبيا هي فيه تيل الدهكتار بلادي من بيتخ hairstyle ل некоторى ديد أ ozone تهشق كمبيا هي مشانته التي قم دالت encompassesده بكل س Hoch العوان كم يولته ديشيا كم يولته ديشيا كم يوله ديشيا كم يوله ديشيا كم يوله ديشيا كم اشكذا كم يوله ديشيا كم يوله ديشيا كم يوله ديشيا هذا الفعل امتلاك ومنها مثلا كلمة كما نقول امتلاك ثم ممكن أن نقول مثلا كم يادو ستيلو روج افتيل اذا في جملة معينة مثلا ممكن نقول كم يادو ستيلو روج افتيل كم كان عنده من قلم احمر كم يادو ستيلو روج كم من قلم احمر افتيل كانت عنده افتيل كانت عنده اذا نقول بمعنى اخر كم كان عنده منها ممكن نتكلم عن اقلام اخرى ليست بالضرورة باللول الاحمر اذا هنا كم كانت عنده من هذا الاقلام افتيلو روج انا اتحدث عن الاقلام الحمراء من باقي الاقلام اذا سأقول كم يادو ستيلو كم كان عنده منها افتيلو روج انا اريد الكلام عن الاقلام الحمراء ثم عندنا الكلمة الموالية لها لا دي ريكسيون لا دي ريكسيون اذا نتكلم عن الادارة اذا نتكلم عن اذا نتكلم عن نتكلم عن اذا نتكلم عن اذا نتكلم عن الادارة اذا نتكلم عن ادارة الشركة او ادارة من المنظمة من المنظمة اذا نتكلم عن 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 تقرير الادارة بيرو او نتكلم عن مكتب الادارة اذا نتكلم عن كلمة في عدة عبارات معاني مختلفة طبعا حسب السياقات ثم عندنا كلمة اذا نتكلم عن رجال الاطفاء اذا نقول مثلا و كانت يوجد رجال الواقع رجال ال 실�چ kurma اذا نتكلم عن اذا نعتكلم اذا نتكلم عن ادارةž كما يقولون ، سبحثوا , إنهم هضروا يقولون في الأحداء في مكاني الهادد عندما تتحدثatically في الهادد ، المسلمين مكاني الهادد على جهاز والغرافا وعدم يتحدثت بعد أن يحثوا ، هكما يقولون ، في المكان ما يتحدث لك في المقادة يتحدثين ويقولون يتحدثينون في المقادة لكي أتحدثين يقولون أن تتحدث عن سيطات النام يعتمدون أو يتعودون مرة أخرى لأن تحدثين عن طريق المدعات لإنجاز عملهم إذا نتكلم عن هذه الأدوات التي يتوجب أن تكون كلها إذا نتكلم عن أدوات التي يتوجب أن تكون كلها أن تكون مقاومة ثم فيابل فيابل كمنا نقول موتوق منا موتوق منا أنها تفيد الغراض إذا نتكلم عن مجموعة ملحقات إن صح التبير إذا نتكلم عن أدوات يلحق بعضها ببعض كلها تكملوا بعضها إذا إذا نتكلم عن أدوات نافعة في نشاط معين أدوات تنفع في نشاط معين نون كولكتف نتكلم عن نون كولكتف نتكلم عن اسم يرمز إلى مجموعة بالسانس فيجوري نسمي إذا نتكلم عن مجموعة من العناصر المتشابية مجموعة من الأدوات المتعلقة للمطرف يكملوا بعض و بعضا نسمي إذا نتكلم عن مجموعة من الأدوات تهم الطبيب كما نتكلم عن أدوات يكملوا بعض و بعضا إذا هنا نتكلم عن إذا نتكلم عن مجموعة من الأدوات إذا كما قلنا لما يكون تهم الأدوات لتنفع في العناصر المتعلقة يجب أن يكون تكون مجموعة من الأدوات إذا رجال إطفاء يعتمدون أو يعولون على مجموعة من الأدوات لتنفع في العناصر المتعلقة من أجل إنجاز عملهم أوتي هذه الأدوات التي يتوجب أن تكون كلها أن تكون مقاومة وموطوقة بها ثم عندنا أين تسكنون هنا عندنا الوفر أبيتي أين أنتم تسكنون عندما نقول مثلا أين كنتم تسكنون لمدة طويلة شيئا ما من الوقت إذا نتكلم عن عادة نتكلم عن فعل معتاد في الماضي للتعبير عنه طبعا نضع هذا الفعل فلا مبغف إذا وابيتيفو أين كنتم تسكنون إذا نقول مثلا وابيتيفو دون لفيل أين أنتم تسكنون دون لفيل في المدينة إذا أردنا القول أين أنتم كنتم تسكنون في المدينة إذا سنقول وابيتيفو دون لفيل وابيتيفو دون لفيل أين كنتم تسكنون في المدينة أو إذا أردنا القول أين أنتم تسكنون الآن في المدينة إذن سنقول وبيتيفو دولاويل ممكن نقول مثلا وبيتيفو مانتنا أين تسكنون الآن؟ أين تسكنون الآن؟ إذا أردنا الكلام عن لامبارفي مثلا نقول مثلا وبيتيفو لديعني أغزاني أين كنتم تسكنون السنوات الأخيرة؟ وبتيوو الس thern annie أين كنتم تسكنون السنة والأخيرة ونقل مثلا وبتيوو وبتيوو اليοι حضن عندما الزبان يتصلون بمعمالكم عندما الزبان يتصلون بشركتكم يتصلون بشكل مالذي 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 أنا أظن بأنهم يبحثون عن المشاكل المقصود أنا أعتقد بأنهم يبحثون عن المشاكل أو نقول مثلا هم يبحثون عن الصراع إلى هنا عندنا إذن هم يبحثون عن الاستدام العراق أو الصراع ثم عندنا كلمة كما نقول أشياء الأشياء الأدوات إذن نقول مثلا فات أتنسيون أنا أتخل مبالي إذن فات أتنسيون إفعال حادر المقصود كون منتبه أنا أتخل مبالي بأن لا تعبئ بشكل مبالغ فيه أنا أتخل مبالي بأن لا تعبئ كما نقول زيادة بشكل مبالغ فيه كما نقول الأشياء الهشة دونو كارتون دونو كارتون في العلبة كما نقول إذن عليك أن لا تضغط على هذه الأشياء عندما تضع وفعلها بها حتى لا تنكسر دونو كارتون فات أتنسيون أتخل مبالغ فيه أتخل مبالغ فيه لن أتخل مبالغ فيه نسيكوريزرون نحن سنو أمين إذن نحن سنؤمن الغرفة بالتحويل من مكان إلى مكان بنقل إذن نحن سنؤمن الغرفة بنقل نقل ماذا؟ الأشياء التاقيلة هذه الأشياء التاقيلة التي قد تشكل خطرا في هذه الغرفة نحن سنقوم بنقلها إلى مكان آخر أرض لت прок overlook كما نقول بارد عن متناول اليد ألا pedir ان there is an متناول اليد هنا نحدنا أرض لتрок Step بارد عن متناول اليد لا نستطيع الوصول إلى أن لا أحد خصتة الأتفال المثال نسيكر ذهب نحن سنؤمن الغرفة من و confused أرض cue di إذن نسيكر ذهب رسونا في عدن لتدا نحن سنؤمن drغرفة بنقل الأشياء تاقلة خارج متناول اليد. إذن كنا نتكلم عن كلمة كنا نتكلم عن ثم عندنا لماسون. لماسون نقصد بالبناء. البناء الذي يبني المنازل والجدران يسمى لماسون. نقول مثلا ستو ستو هل أنت تعرف طبعا كما رأينا فيما سابق ستو هل أنت تعرف عندما نقول هل أنت تعرف هنا عندنا ستو هل أنت تعرف سي هل أنت تعرف لماسون نقصد هل أنت تعرف إن كان البناء سيبدأ في بناء الجدار غدا غدا هل أنت تعرف إلا كان البناء غدا يبدأ في البناء الجدار غدا. إذن ستو 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 هل أنت تعرف هل أنت تعرف ستو 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 سيعها فيلم ستو سجل ستو 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 ستم ستو عن علوم تجربية. هنا عندنا لماسان اكسبريمانتي. اذا نتكلم عن البناء دو تجربة. اعتقوني بو سارة بيديتي انه كان معروف بو سارة بيديتي بسرعته ايسا بريسيزيون والتخافي ثم بديقته في العمل. من جهة هو يسريع فلا يكون هناك تأخير في البناء ايسا بريسيزيون والتخافي ثم بديقته في العمل. اذا من ناحية هو سريع. وغالبا عندما يكون هناك بناء سريع ربما تكون هذه السرعة على حساب الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها. هذا البناء طبعا نتكلم عن البغ انه سريع وفي نفس الوقت هو لا يرتكب اخطاء. اذا كان معروف بو سارة بيديتي. هو كان معروف بسرعته نقول عن شيء انه بانه ربيد يعني انه سريع. ايلي تكوني. اذا كان معروف بسرعته ايسا بريسيزيون والتخافي ثم بديقته في العمل. فلا يكون هناك اخطاء. ثم عندنا هذه الكلمات طبعا في المؤمنة نقول انبردان في المذكر نقول انبردان. طبعا نتكلم عن كلمة مؤمنة هنا. اذا نتكلم على الاشخاص المتهورون انسح التبير. عكس اذا نتكلم على الاشخاص المنتبهون انسح التبير. الغير متهورين. اذا نتكلم على الاشخاص المتهورون الذين لا يعلون انتباعا لما حولهم او لأفعالهم إلى غير ذلك. الانبردان نقول مثلا سيلا او الانبردان يمكن ان يتسبب لنفسه بشكل جيد في مشاكل. يعني يمكن ان الامر كله دزم زيانا الا في حد اللحظة بسيطة في حد المكان معين تقدر الانسان انه لا ينتبش ويرتاكب اخطاء تتسبب له مشاكل كثيرة. اذا سيلا او الانبردان في اس فعالتين باشيطة. طبعا كلمة او كازيوني المقصود بها اذا تكلمنا عن الغرب او كازيوني اذا مقصود به ايدخل او كازيون دو كالكوشوز. الو كازيون مقصود دو المناسبة. ايدخل او كازيون كما نقول بي انك تكون في مناسبة شيئ انما. انك تجعل واحد شيء يحضر في مناسبة معينة أنك تتسبب في حادث معين تجعل له مناسبة إذن المقصود بأنك تتسبب في هذا الشيء إذن أدخل أوكازيوني أنك تكون في جعل مناسبة لشيء ما المقصود بأنك تجعله يحصل في مناسبة معينة المقصود بأنك تتسبب فيه هناك نتكلم على الوفير أوكازيوني طبعا عندما نتكلم على الوفير أوكازيوني كما نقول كما نقول كوزي يعني بخوفوكي انك تتسبب كوزي ايضا انك تكون سبب امني انك تؤدي الى تؤدي الى مشكلة تؤدي الى حادث امني ممكن انه تعني ايضا اتيغي انك تجر تجر الى مشاكل مثلا ثم ديك لانشي كما نقول انك تفجر تفجر حربا المقصود انك تتسبب فيها طبعا نتكلم عن ديك لانشي انك تتسبب في حرب انك تنتج تنتج حادثا ما مشكلة معينة ممكن ايضا ممكن انه يعني خلقة انك تخلق مشكلة مثلا اذا اتكلم عن هذه الاشياء التي يمكن ان تحدوثها بشكل ارادي او لا على كل حال انت تتسبب فيها بشكل ارادي او لا ارادي اذا نتكلم هنا على الوفاب اوكازوني ولكن اللي عدنا طبعا هو الوفاب سوكازوني عدنا فعل تسبب لنفسه كما نقول اذا كما قلنا حصلab سوكازوني ب zum觉ر الشخص موتاور ممكن ان يتسبب لنفسه يومقين ان يتسبب لنفسه إذاً، كما نقول في الماضي، كما نقول في الماضي، كما نقول في الماضي أبرى الماضي على طول الماضي كما نقول دي پرسانا پردانت إذن اتكلمان هشخاز غير حاديرين النوم تاورون سوصان دي جاتي سوصان دي جاتي هم من قبل قتلو ان تنبون أو تحرير دو فسور ان هم من قبل قتلو بي من آخر كما نقول هنا بي ان نم قتلو بسوولا ان تنبون أو تحرير دو فسور سوكوت عبرا شوقوك كما نقول عبرا أخاديد إذن قالوا دي پرسانا پردانت سوصان دي جاتي ان تنبون أو تحرير دو فسور إذن تبعن اتكلمان لبعن اتكلمان لبعن اتكلمان اتكلمان لبعن اتكلمان هشخاز متاورون كما نقول إذن فقر القدم اشه الله سنوكمن مع النص نتر جولة فيل كما نرحيد إلا دي لكوم الحين حييكم الله وإلو لقاين قادم إدنية